موسيقى مشاهدين الكرام مساء الخير وفصح مجيد لكل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وتحتفر اليوم بعيد الفصح وقيامة السيد المسيح أيضاً اليوم عيد العمال تحية ومعايدة لكل من يعمل ويكافح وربما يعاني من أجل حياة كريمة ومن أجل مستقبل أفضل في ظروف صعبة وفي ظروف فيها الكثير من العرقيل والتحديات حلقة اليوم من الأسبوع في ساعة أردناها خارج الإطار التقليدي للبرنامج خارج الكادر يلي عالة باستضيف فيه سياسيين ومسؤولين حول ملفات وعنوين ساخنة حلقة اليوم حلقة هالأسبوع حلقة مميزة لأنه ضيفة مميز سوبرستار سفير للنوايا الحسنة التابع لبرنامج الأمم المتحدة مواطن لبناني يهتم بالسياسة بالأوضاع المعيشية والإنسانية والاجتماعية راغب علامة النجم الذي وعلى مدى سنوات عديدة ما زال محافظا على الكثير الكثير من البريق والنجاح والشعبي والجماهيري الكبير أهلا وسهلا فيك سيد راغب ضيف عزيز في هذه الحلقة يلي هي مباشرة من فندق لبريستول في بيروت أهلا وسهلا يسعب مساك سيد جورج وإن شاء الله بنعاد عليكم على الجميع عيد فصح مجيد إن شاء الله معاني العيد يعني بتتأكد بين علاقات الناس ببعضها ببلد يعاني ما يعانيه من تفرقة وتقسيم وتعصب إذا فينا نقول تفرقة فأنا أول شي بدي يعني أشكرك على استضافتي بهذا البرنامج لأنه دايما بتابع وبعلق لأني مواطن لبناني لم أنتم يوما إلا فريق ودايما أخاف على بلدي أخاف على المستقبل هيدا البلد على هالناس اللي بشوفهم كل يوم على مستقبل أولادي على مستقبل جميع هاك الحلقة أنا بديتشكرك لأنك لبيت الدعوة بهالحلقة يميزي وأنا دايما بتابع التويتس يلي أنت بتبعثها وبتكون أحيانا كتيري عم تحضر حلقات من دنامج الأسبوع وهذا بيشرفني أنك أنت مشاهد لهذا أنا مشاهد ومشاهد مخلص أهلا وسهرة فيك يعني بلغي ظهراتي بمعظم الأوقات إذا ما أنا ضرورية إذا ما كانت بمنتهى الضرورة نعم ما في لزوم أظهر يعني بدي قعد أحضر وشوف شو عم بيصير عاك الحال رح نحكي كتير عاللي عم بيصير وأنا بدي شير إلى أنه أنت صار لك فترة غايب عن الإطلالات الإعلامية والفنية بسبب الظرف يلي مرأت فيه طبعا بدي أتمنى تكون خاتمة الأحزان عندك بظرف شهر فأت والدك ووالدتك وكانت ظرف صعب عليك فأتمنى أن تكون كل أيامك سعادة وتكون هايدي خاتمة الأحزان بعيلتك وبين أهلك شكرا شكرا لإلها بس أنا هون طبعا كل الناس شافوني محزون وطبعا البكاء على فراق الأحبة ومش أي أحبة البابا والوالد والوالدة يعني يلي كانوا بالنسبة لي مش أب وأم كانوا كمان طفل وطفلة هيك علاقتي فيهم يعني كنت بيهتم فيهم كأنهم أولادي مش كأنهم أهلي باحترام الأهل ومحبة الأطفال لأنه كان عندهم هيدا الطيبة وهيدا الطفولة اللي جواتهم إنما كمان برجع بقول هذا أدر هذا الأدر وهذا الحياة وبقول الله يطعم كل إنسان إنه لما ربنا يقرر ياخد أمانته بأهله يكونوا رايحين بهيدا الرضا على أولادهم يعني الرضا اللي أخدوه معهم بيجعلني دايما بيني بقرارة نفسي إن نعيش من أسعد الناس بشكل عزاء يعني هذا الرضا يشكل عزاء لألك مش بس عزاء أنا أعرف إنه أنه بيدني أحلام صاروا عند رب العالمين وحبهم ودعواتهم وصلواتهم من هنيك بتوصل أسرع وبعرف إنه راحوا راضيين ومرضيين فمشان هيك أنظر إلى نصف الكأس المليان إنه الحمد لله راحوا بوقت يمكن الله ناديهم بوقت مشان ما يتعبوا أكتر وأنا بعرف إنه هني راحين راضيين كتير وفرحان بهذا الشي هك الحال تحية إلى روحهم الوالد والوالدة وطبعاً إحنا وياك اليوم بدنا نحكي أمور كتير أمور سياسية أمور اجتماعية معيشية بيئية وأنت سفير للنوايا الحسن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولكن إشارة لأنه ضمن هذه الحلقة راح يكون عندنا فقرتين أو إطلالتين الأولى لعدد من الأطفال والأولاد النازحين يلي عم تهتم فيهم جمعية بيوند وقصم منهم راح يقدموا أغنيات لأنه هني ضمن نادي للفنون وفي قصم منهم راح يتحولوا إلى صحفيين ويسألوك لأنه عندهم بريس بلاب كمان وعندهم أسئلة لألأ القصم الثاني راح نستقبل عندك منافسة يعني اليوم في منافسين لألأ في ثلاث منافسين لألأ بالقصم الثاني راح نستقبل كمان أربع أولاد متفوقين بمجال الحساب الذهني يلي شاركوا بمسابقة عالمية وحققوا نتائج مهمة للبنان كمان وفي بيناتهم بس ما قدروا يكونوا معنا تلميزان بمدرستك مدرسة الثاني جورج راح نحكي أكتر بالبارت المخصص لها بس بداية راغب علينا بدي أبدأ معك من وحي عيد العمال واحد أيار حقوق الناس شو بائي منها بهالبلد وين حقوق الناس بظل حكم فاسد وتيتعاطى مع الشعب ومع العمال وكأن بقايا شعب حقوق الناس ما حدا بيقدر يجيبها إلا الله وإلا الله ما راح يعطيهم هذه الحقوق إذا هنما تحركوا طالبوا بالحقوق وأنا بعرف المستوى المعاناة هذه وصعوبة أنه يقدروا ياخدوا حقوقهم طالما بعدهم بفكروا بالمذاهب والطواقف وأنا يمكن معروف عني أن الإنسان الأكتر في هذا البلد أناهد هذه فكرة الطائفية والمذهبية رغم أني يعني أعترف بحقية كل إنسان أنه يعني يمارس معتقداته الدينية إنما ليس ليس على حساب المواطن يعني فصل الدين عن الدولة طالما في مرتبطة المناصب والوزارات والحقوق كلياتها بإسم الطائفية والمذهبية لن ينالوا شيئا طيب فأزان وين الحل؟ يعني شفنا أنه كان في تجربة عند الناس الحراك المدني والشعبي اللي هب إلى الشارع نعم ولكن شفنا النتيجة وين صارت يعني شفنا وين صار شفنا لوين وصلت هذه التحركات وشفنا أنه السلطة ضلت هي المتمكنة طيب وين الحل؟ لا شك وكأنه ما في ضوء أو ما في منفز أو شو؟ بالنهاية طالما صار في فكرة تحرك هناك ضوء من الأمل لك لا شك المتحكمين بالسلطة في لبنان عندهم الشارع لأنه هن اللي يوظفوا هن اللي يوظفوا هن اللي بيعرقلوا يعني مشاغل الناس وهن اللي بيحلولهم مشاغلهم فصار فيه خوف يعني أوصياء على هالناس تحولوا لنوع من أوصياء على هالناس ما عدت فيه أن هالناس يتحركوا بدون ما يكون فيه وصاية عليهم بالضبط يعني هي أرضية البلد أرضية مذهبية بكل مذهب إله قيادته وإله زعيمه وقيادته وحيتيته أي مواطن لا يدخل هذا الإطار فهو ليس مواطن يعني إذا فات على مغفر ما حدا بيقدر شيله إذا تفركش على الطريق ما حدا بلومه إذا بدو ياخد ابنه عما داسي ما حدا بتسجله إذا بدو يتوظف إذا بدو يتوظف ما حدا ولا يمكن من حاجب إلى مدير عام طيب هيدا وضع غير طبيعي هيدا وضع غير طبيعي وهيدا غير طبيعي إنه يستمر كيف لازم يتغير شو لازم ينعمل يعني لألك يعني راغب علامة المواطن اللبناني ويلي دايما عنده مواقف فيها ثورة يعني إنت مثلا إنت بتقول إنه الشعب اللبناني متقاعس لازم يحدد مصيره ومصلحته خاصة إنه بيرجع بينتخب الطبقة السياسية نفسها اللي ورطته أنا من الأشخاص اللي ما انتخبت بحياتي وما رح انتخب طالما قوانين الانتخاب أنا معروف إنه تجي سلفا أنت ابن الضاحية الجنوبية بس النتيجة معروفة إنه ليه بدرو عزب حالي وأنا عارب شو النتيجة عرف كيف سواء كنت معه وكنت ضد عرف كيف ليه بدرو عزب حالي معروفة يعني صار حقيقة انتخابات الحقيقية صارت بزاوية دايقة جدا وغير هيك هي المحادر اللي ماشي ويعني في مثل للأسف إنه بيقولك لو مثلا زعيم فلينة لو حط إجر كرسة بتطلع نائب إنه بتعرف هذا المقول اللي بيقوله هيدا كله بسبب قانون الانتخاب بسبب قانون الانتخاب يعني المطلوب برأيك بالدرجة الأولى تغيير قانون الانتخاب أو وضع قانون انتخابي عادل يسمح للناس تعبر مضبوط عن رأيه وتختار فعلا ممثلينه أنا بقول هون أنتوا الإعلام الكندور الأكبر حقيقة يعني توجيه الناس من خلال برامج جريئة ويتعلموا على حقوقهم يتعلموا إنه يروحوا يطالبوا بحقهم يعني الناس اليوم الشعب الادناني شعب طيب جدا وشعب مصروق ويعني حولوا إلى سلعة تجارية هني بتجروا فيها هو المسكين قاعد بيلوا بيولادوا بيلوا بحالوا بيلوا بلقمت عيشوا كيف بدوا يشتغلوا بيلوا بيلوا أن ينستر هارف كيف وغير هيك يعني السيطرة الكاملة بالبلد على كل مفاتيح الحياة يعني وللأسف يعني إذا بدي أحكي بيدك تغرطني لا يعني شي فيش خلق لا بقصد أنا أنه الحركات اللي عم بتصير لا يصير في محاسبة لا يعني على الأقل بداية محاسبة للأغلاط اللي عم بتصير ونحنا صار علينا سبعين، تمانين، تسعين مليار دلار دين وعرف كيف وما في أمل ينجيبه لها من صحن التبولي ولا من صحن الحموص صح ولا ولا من جمالك العالي اللي هي بتخد من المواطن ما بتقدر يعني بلد غير منتج لازم العالم تصدق، تآمن إذا في ناس بدها تحاسب هاللي عم يغلطوا، اللي عم بيسرقوها يعني اللي عم بيمد إيده على مال الشعب بالنهاية لبنان بلد بعد ما طلع البترول وبعده خلاف على البترول إذا مثلا في محاصصة بالبترول لن يخرج البترول، لو بعتقد بيطلع البترول لما بيصير برمي البترول بخمسة دولار بس ما بنوعود نستفيد منه بشي يعني بالضبط، خلافات السياسية وقفة قدام حتى إنتاج هيدا لأنه في محاصصة بهذا الموضوع وكلنا عارفينه هلأ الإنسان كيف بده يحاسب اللبنان بحاجة إلى ١١١ طورة كيف بده يحاسب في ١١ طايفة يعني اليوم في لبنان في استحالة أنه هالطائفة تحاسب زعيم الطائفة الأخرى إذا ما صار ١١ ثورة وهذه في استحالة كمان أن تصير ١١١ ثورة هو يبتدي الموضوع بالعدل إذا قدروا الناس من خلال هالحركات اللي عم بتصير إذا كانت هذه الحركات حقيقية صحيحية وما وراها حدا وبعتقد أنه في منهم هيك وفي منهم كان وراه الناس إذا ما بتدوا يطالبوا بفصل القضاء العدل وزارة العدل القضاء عن السياسة ما بعتقد في شي رح يصير يبتدي الموضوع من هون من من العدل يعني لما يلي قاعد ورا مكتبه سواء كان مدير سواء كان رئيس ألم أو وزير أو حتى رئيس خايف من الحساب القضائي لأنه قادي منه خايف من الزعيم أنه يحاسبه أو يشيره من منصبه هذه العلاقة اللي سيطرت السياسة على القضاء هي اللي دمرت شي يعني يكون القضاء فعلا مستقل هذه بالدرجة تحقيق استقلالية القضاء هي القضاء إذا القضاء استقل صدقني بيكون بلشتها بخطوة الألف ميل وبكون الضوء كبر وبلشتر الناس قادرة تحاسب نعم غير هيك بيكون صعب بالنسبة لأنون الانتخاب يعني اللي هو كمان أساس تكوين السلطة بالبلد وعم بتقل لي أنه ولا مرة انتخبت بحياتك لأنه يعني النتيجة معروفة طيب قانون الانتخاب برأيك هل هو الأساس وأي قانون انتخاب ممكن يكون هلأ عم بقلنا الرئيس بر أنه فيه 17 قانون انتخاب مطروحين على الطاولة ورجع أعاد الأوانين للليجان تتدرسها ومنعرف أنه اللي جان مقبرة المشاريع ومنعرف كتير منيح أنه كل طرف بده يصيغ قانون انتخابي لمصلحته وإلى ما هنالي صح طيب وين الحل؟ هلأ من نهاية أنو الانتخاب بإيديهم وهني بطلعوا كيف ما بدهم بس أنا خليني أعطيك أنوانين انتخاب رؤيتي أنا لتظبي البلد إذا بدنا نقول اقتراح راغب علامة بركب يعتمدون؟ لبنان دائرة واحدة دائرة واحدة هيك بصير كل مواطن من أي مطرح بدي ينتخب يلي عنده مشروع قادر يخدمه مش لأنه إجا لعنده على العزة أو إجا لعنده على الفرح أو ساعده أنه ظهر له ابنه لأنه مفيم سيارته أو مش عارف شو وقفوا على حاجة بقصد مش لأسباب صغير انتخب المسؤولين بصير بيعلى فكر المواطن اللبناني إلى حقيقة لما بصير النواب شغلتهم فعلا يشرعوا ولما بكون لبنان دائرة واحدة وطبعا مع النسبية بعتقد يتغير وجه لبنان السياسي أو الإدارة ومن هون بصير ببلش تقدر تحكي بصير في حركات تصحيحية لموضوع القيادة بهذه الدولة كيف بدأت تكون وكيف الناس يقدر يحصل لكن هذا شيء كثير حلو لبنان دائرة واحدة مع النسبية تاني اقتراح بما أن الطائفية والمذهبية أتلتنا والمناطقية أنا أقترح أن يبقى هناك نظام طائفي لكن بالمقلوب كيف يعني يعني يلي على هويته هو من طائفي أو من دين معين بحق له هو عنده بأنون الانتخاب أنه ينتخب النواب يلي من غير دين أها يعني مثل مثل فكرة القانون الأرتوديكسي بس بالمقلوب بالمقلوب القانون الأرتوديكسي أن كل طايفة تنتخب نوابها أبدا بالعكس كل طايفة تنتخب غير نواب غير نواب هيك بيبطل موضوع الطائفية والمذهبية هو اللي مسيطر هيك بتفصل الدين عن الدولة وبصير كل واحد ما بيتاجر بالدين لحتى يوصل ولا بيتاجر بالمذهب لا يوصل فيه تاجر بالأفكار اللي بدي أقدمها المواطن هولي اقتراحين برسم يعني عندهم هني 17 مشروع قانون هلأ صاروا 19 صاروا 19 بس هولي اتنين حيلتغوا لأنه بيقول كل شيء كل حدا موجود هولي قوانين راغب علينا الغيون قبل بيلغون يعني هيدا اللي بدي أقوله أنه يعني لبنان دائرة واحدة مع النسبية هيدا حلم يعني كبير وحلو بس هني هلأ بعضهم آآ مش بالعينا أنه آآ نص نسبة نص أكثرة ودوائر وسطية يعني فكيف بدنا نوصل لدائرة واحدة ومع النسبية فمتل ما عم تقول أنه هولي اتنين أكيد رح يلغون اتنين صعب كتير يصير فيه ثورة حقيقية يعني مشان هيك الفساد استشرع وصارت أموال الناس لقمة سهلة بأيادة يعني الفاسدة الفاسدة؟ بأيادة الطبقة الفاسدة الماسكين السلطة بتدعي الناس للثورة يعني اليوم أنت ومتل ما قلنا فيه تجربة كان كان فيه حراك شعبي ومدني وشفنا شو كانت النتيجة اليوم أنت بتدعي الناس أنهم يقوموا بثورة قد لا تكون ثورة يعني بالشارع ممكن تكون ثورة بمجوم مختلفة شو بتدعي اليوم الناس للثورة وأي ثورة؟ ما هو إذا بدك تعمل ثورة على أي أساس وكيف؟ ومن وين بدك تبلش؟ ما هي؟ هي دائرة كيف بدك تبلش؟ بدك حط نقطة بدك سنتر سنتر منه موجود ما في سنتر لحتى ينطلقه منه الناس بدك بدك تجي ظروف دولية تساعد بس يعني نحن عم نيأس العالم يعني بتحس كأنه الأفق مسدود يعني هل أد الوضع بالبلد بالحسبة للمواطني اللبناني هل أد مسكر وهل أد مقفل وهل أد أسود؟ اي اي لألك لا لأنه نحن بلبنان بحياتنا يعني لم يتم انتخاب رئيس وهو المفروض أنه الرئيس سيتم انتخابه وهو يعين الرئيس من الخارج وبيجوا بينزلوا فيه مسرحية الانتخاب صح ولا لا؟ يعني من زمان وزمان من يوم اللي خلقنا عارف كيف لليوم منشوف أنه عملية يعني بيكون الرئيس معروف هيدا لما كان عنده صلاحيات كيف رئيس بلا صلاحيات بيكون الرئيس معروف قبل وبيجوا النواب يعني بكرس وهذا فالبنان اليوم لعبة بأياد القوى الإقليمية والدولية فالمواطن مسكين ما بيقيدوا شي يعني اليوم في استسهال بتكسير المواطن بعطيك إجزام اليوم إذا إجوا قالوا على رغيف الخبز بدنا ندوب الرغيف الخبز حقه يعني بديوا الدوبة لحقه أو بديوا يزيدوا الجمارك على سيارات أو على فرش البيت بنسبة خمسمية بالمية صدقني ما حدا بينزل ما حدا بينزل ما حدا بيجي بيسأل ليش الرسوم هالأد فيه فيه سهزاء بالمواطن بموضوع الرسوم بدنا مصاري بدنا مصاري الدولي بدنا مصاري بس إذا أنت بتطلع القوى الأمنية مثلا قوى الأمن القوى الأمنية وأنا هون بحيه اللواء بصبوس هذا الرجل آدمي بتلاقي فيه مجبورين يحطوا يمكن ربعهم أو ما بعرف أدي عشرين بالمية منهم بس حماية حماية للشخصيات مثلا هل فيه يجي المواطن يقول إنه ليش نحنا عم ندفع يعني لأنه تخلي أول شي تفرد الأمن بالبلد هلأ فيه 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 ألاف العساكر مثلا عم بعطيك إكزانف لأنا كلهم موجودين بس للحماية الشخصية وهي مفروض هذه الأعداد تكون المواطن عم يدفع يعني رواتب العسكر والقضاط والنواب والوزراء كلها يتمون ضرائبه لمن النفط لمن الإنتاج المهم والرهيب والفكر الاقتصادي الكبير بها الصناعات أو السياحة فيه إنه بزيدوا ضرائب هل من يتحرك؟ طب ليش الشعب ليش يعني أنت بتتهم الشعب بأنه متقاعس اليوم لما بتقول ما بيتحرك يمكن أي شيء لا أصيب بالإحباط مش مضاقة أصيب بالإحباط أنا ما بنزل أنا عم قل لك أنا عم بحكي ما بنزل مثل ما بنزل إني انتخب ما بنزل عايك شيء إذا ما بحس فيه حركة جديدة فيه توجه إيه بس ما فيك تقارن حالك يعني أنت نوعا ما بحكم نجوميتك وعملك والإمدش تبعك أنت من الأشخاص المرتحين يعني نوعا ما مش من الأشخاص يلي عم بعانوا مثل غيرك يعني فمن هون السؤال إنه يلي فعلا عم بعاني ويلي هو النسبة الأكبر من الشعب اللبناني ليش ما بيتحرك؟ لأنه بده ياخد الأمر من الزعيم تعود ما ينزل إلا إذا الزعيم قال له لسبب يعني أنت شوف المظاهرات الكبرى كانت بس مظاهرات تحدي الآخر مظاهرات سياسية سياسية تحدي الآخر بينما مطلبية هون ضد هون ينزلوا بينزلوا كأنه فريق في الضرب على الغريز السياسية أو الطائفية على الغريز السياسية أو الطائفية بالضبط تعود المواطن اللبناني أن يكون هيك ويمكن لما بيقولوا له بدك تاخد حقك بطل يصدق وما في قلية تجمعهم يعني لأنه بالأحزاب بالأحزاب بشكل عام وبالطواقف في مكانة تجمع الناس وتنزلهم وتأملهم كل شيء مواطن التاني بيقولك طب مين بدي يجمعهم يعني مشون هيك كانت تجربة الحراك المدني والشعبي شكلت طائت أمل شكلت فسحة أمل عند الكتار من الناس ولا زالت ولا يعني شكلت منطلق أو شكلت بذور معينة صحيح إن شاء الله يتم العمل علي أكتر يعني وتكون أساس لبناء تغيير معينة حقيقة طالما يعني أنا أنا تواصلوا معي مجموعة بدنا الحاسب وطبعا حبيت أنه أول شغلي هني عم بيركزوا على موضوع التفتيش والقضاء إذا بلشت من هون وتمت يعني أنا بهيك الشافية انزل وطالب إنه من حقنا نحنا طالما في خضاط بوقفه واحد لأنه سرق جزدان أو سرق تليفون أو سرق فيدع بيت من حقنا نحنا نعرف مالنا مين عم يسرقوا لأنه هيدا المال ممكن يكون يعني ممكن يستعمل لمشاريع انتاجية وتخفف عنا هيدا يعني فوائد اللي عم يدفعها الشعب اللبناني للأموال اللي قرروا السياسيين يعني يتدينوها بإسمنا بس نحنا اللي عم ندفعها وبس بدك كمان يوقفوا السرقات الكبيرة يعني مش بس يتوقف ياللي بيسرق منفضة بدنا يتوقف كمان ياللي سارق البلد وناهبوا بإمه وأبوه ما في حل إلا القضاء استقلال القضاء هو أول حل وتعزيز التفتيش المركزي إنه فعلا يكون في حساب حقيقي لكل واحد اليوم كتير هين أي حدا يمد إيده يعني بالدوائر يعني السياسية والحكومية كتير هين كتير هين مد إيده ما حدا بيحاسبه إذا ما صار فيه محاسبة دايما يخيي ابنك إذا أنت ما بتحاسبه بيفلطه بروحه بطي بدي انتقل معك لقلتلي إنه ولا مرة انتخبت بحياتك بالانتخابات النيابية بس أنا بدي اسألك من غير باب فيما لو صار فيه قانون انتخابي عادل وقانون انتخابي يعبر مظبوط عن رأي الشعبين أو يسمح للشعب بالتعبير عنه هل يفكر راغب علامي بالترشح للانتخابات النيابية؟ نعم إذا كان دائرة واحدة أكيد بس إذا عن منطقة لا مش رح تفوت بمواجهة مع الحج علي عمارة يعني مشكلة ساعتها مشكلة حقيقية مشكلة لا بس إذا دائرة واحدة حقيقة أصحاب معولا لأنه نائب المنطقة عندك نعم صديق يعني نعرفه من زمان وفي قربي كمان ايه بين عائلة بيت عمار وعائلة علامة في قربة ايه مش هتنزل ضده يعني أكيد ما بنزل ضده أبدا نعم ولبنان ما بيزبط إلا بخلال هيك إذا صار لبنان دائرة انتخابية واحدة وعساسا نسبية ممكن تفكر تدخل المجال السياسي تترشح للنيابة؟ نعم اه مشان هيك ما رح يصير هذا مشان هيك ما رح تصير مهي مش من مصلحة حدا من اللي حاكمين اليوم أنه يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة وهن المتحكمين بالقرار ما حدا من بره عم يفرد عليهم الوحيد اللي قادر يفرد هالشي من بره يعني يجي للأسف يعني معودين للأسف معودين أنه ما بيمشي الحال إلا بفرد من الخارج بالضبط بدأ انتقل للوزارة إذا هيدا حال النيابة بتطمح أنك تكون وزير يوما ما الوزير مش بحاجة لنسبية ولبنان دائرة واحدة الوزير وبيجي وزير ع سنة اثنان ثلاثة لا لا هلأ هاي الحكومة هبعرف دايش رح تضل لانو مع لنا رئيس شكل هايدي عشر سنين عشر سنين عشر سنين وزير بحكومة مشاكل أكيد لا أنا بالنسبة لي الحمد لله طب شو بدك بسويس يعني نكون نموذج سويسري تحت تعمل وزير لا مش هيدا لبنانية مش نموذج تويتري أنا إذا مني مقتنع يعني أنا معروف عني إذا شغلي ما فيها شي مريع ومقتنع فيه بهرب خيا هاي قرب قايدل ما هربت منه لأنه في مشاكل ايه هلأ أي أهوان مشاكل الفنانين ولا مشاكل السياسيين لا مشاكل الفنانين أهوان؟ هاي أكيد مع أنه بحس أنه ما بتأثروا ببعضكم يعني يعني لا مشاكل الفنانين بسيطة يعني بس هيك حادة يعني في بعض الشخصيات الفنية لا لا لأنه ما فيه ما فيه مصالح مادية بيناتهم وغير بالسياسي كل واحد بدي يهبوه شو بدي يوقد لا جايبته بدي يوقد حصة وبعدين صار في حيتان لا شوف فكرة فكرة أنه فكرة أنه الزعمات الكبيرة أنا بدي ثلاث وزراء كانوا عم يعني ثلاث سيارات أو كأنه لا أنا بيطلع لي وزيرين وأنا بدي أربع وزراء مش أنه أنا عندي وزير دارس وعامل وهيدا قادر ينجح بمجال ما مثلا بعطيك إكزامل مثلا مثلا وزير التربية دارس وعارف وأسس جامعة ونجح فيها رجل مناسب بالمكان المناسب بقصد أنا لما بيجو بيتخنع بقولوا أنا عندي شخصية تقدر تكون وزير بهالمطرح لأنه هيدا بيقدر يحقق كذا وكذا وكذا يقولوا هديك لأ أنا شخصية اللي عندي أحسن ومتعلم هون وعنده هالجامعات وأنجز وأنجز مشان هيك فيه يكون مثلا وزير اقتصد المنافسة تكون على هالأساس بالظبط بالظبط على أي أجهز مبعي الوزير هيدا حصتي وهيدا حصتي أنا بيطلع لثلاث وزارة وأنا الأقرب مني ويمكن يجي وزير مثلا ما قالوا علاقة بالوزارة اللي هو متوليها ما بيفهم فيها يعني بجاناك تدهور البلد إذا بدك أنا مع وزارات التكنوكراط إذا خطر على بالك أو إذا يوما ما بدك تعمل وزير أي وزارة هيك بتحس عينك إنت هالك سفير لقضايا البيئة لا حس حالي بالسياحة أكتر يمكن بالسياحة يمكن اي بقدر بخدم لبنان بهالمجال أكيد يعني مطرح ميشيل فرعون مش هلأ آه أوكي عم بتقول إذا إذا لا إنه إنه إذا بتقلي أنا بشو ممكن أقدر أخدم لبنان عم قل لك أنا كيف عم فكر كيف ممكن أقدر أخدم على البلد مش إنه على منصب أنا أتفخ فخ فيه رفت؟ لأنه وزير السياحة بد يكون كثير على الأرض ومنه خيب من حدا وما عنده مشاكل إلا إنه كيف بده يسيّ يسيّر أمور السياحة بالبلد هلأ يمكن كشخصية مثلي من خلال علاقاتي واسمي واللي حققتوا بحياتي ممكن أخدم لبنان بهال بهال مشايل هيدا إنما خارج إطار حكومة سياسية فيها من هذا الطرف من هذا الطرف وجاين يتخانقوا وجاين مش عارف شو هيك ببطل يقدر يشتغل أي وزير أولك لو بكون في حكومة فنانين بتكون أحلى للبلد لا بيتخانقوا كمان كمان بيتخانقوا بس فيه يعني فيه يعني في كتير فنانين حقيقة عندهم الوطنية أكتر بكتير من السياسيين وبيستحقهم يكونوا بمناصة بقدر يشتغلوا راح ناسأل لألك لي لأنه الفنانين عندهم اسم يعني ما عم بفتشوا على الفخفخة الفخفخة موجودة عندهم جاية من خلال الجماهير كيك ما بيظهروهن نجوم عرفت؟ بالعكس عبء الوزارة عبء كبير على الفنان إذا ابن الفنان يكون وزير إذا ابن يكون عبء كبير وبدأ تاخب من حياته ومن نجاحه ومن إنتاجه ليكون وزير إنما إذا كان بفكر بشكل وطني بيقرر يوم لأيام إنه يقبل إذا عرض عليه حقيقي يقدر يخدم البلد فيها وليش لا؟ شو غلا؟ اليوم نحنا بفراغ رئاسة صار لنا سنتان ما في عنا رئيس جمهورية إنت قلت إنه في أسماء بتحب إنها تكون للرئاسة بس مش من المرشحين يلي متداولي أسمائهم وبتحبز مرشح لا من 8 ولا من 14 حتى يقدر يكون على مسافة واحدة من الكل ويخلق مساحة للحوار وإلى ما هنالك أو حدا فيه توافق عليه من 8 يعني أنت مع رئيس توافقي أو مع رئيس وسطي قبل قبل مع رئيس وأنا مع رئيس عنده صلاحيات يعني رئيس بلا صلاحيات مثل البيل بالبيل ما بيقدر بمونع أولاده إنه كيف كيف هاي بلد بلا راس إنه راس هيك ما إنه شغال وأي حدا بيقدر يوقف له قراراته قبل كل شي لازم ينعطر رئيس صلاحيات يقدر يخبط إيده على الطاولة يقول بدي أعمل هيك طالما من شال الصلاحيات بعتقد حتى موضوع الرئاسة بطل بطل شغلي كتير كتير مهمة إنه ما في رئيس ما هي علمونا سياسيين للأسف للأسف علمونا إنه بلد بلا رئيس بتمشي بس يعني مش طبيعي بلد يضل سنتين وما بعرف قدياش رح يضل كمان لقدان ما في رئيس جمهورية مطولة صدقنا يعني هيدي كارثة بالسياسة كارثة بس كمان قبل الرئيس بدنا صلاحيات رئيس حقيقة يعني أنت مع إعادة الصلاحيات لرئيس الجمهورية طبعا أو يعني أعطاء ما أخذ منه يخييي إليك ما في شي ما في شي بلا قرار صار من حدا بيمشي يعني القرار لو كان غلط إنما في قرار أفضل أحسن من الله قرار إذا كان في دموقراطية أتوافق على أنه ما يكون في قرار هاي مين بدك يكون رئيس جمهوريين بقى يعني بدي اقدر بدي اوصل معك لأسم يعني انت اولا هل انت مع فكرة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هاي طرحت طبعا اهه طبعا ليه ليه لانه بدي يكون جاية مش سياسيا بقى جاية رئيس لا يشتغل عنده دعم وعنده ظهر شعبي ما حدا بيقدر يهزه مثل ما بيصير برا مثل ما بينتخبوا بامريكا هايدي كفيلي هاي لحالة انه تعطيه صلاحيات عال مازالك انت مع هيدا الامر انتخاب الرئيس من الشعب فطرد انه هايدي صارت واجو لعند راغب علامي مشان ينتخب رئيس من هو الشخص الذي تنتخبه رئيس للجمهورية لازم يكون ماروني او هلا انا مسلا بقل لك مين بشوف شخصية مين هلا بغض النظر عن الشخصيات السياسية اللي بحبها خلينا نحكي لا حاسألك تختار حدا من الفنانين بس انا قابل بديقول من الشخصيات السياسية مين ممكن يكون الاسم يلي انت بتصوط له كرئيس جمهورية شخص عمري ملتقيت فيه ما بعرف عنه الا النجاح اللي هو شو اسمه كارلوس غصن يلي رئيس شركة هلا بك تجيب لنا كارلوس غصن من اخر الدني بدك رئيس يكون رئيس جمهورية رئيس بعيد عن كل المشاكل هاي عنده دماء اقتصادي بس الموجودين اقتار عنا ولا اليوم لبنان اليوم لبنان هيدا هروب هروب لو الله منه هروب هروب شخصية جدا لا لا من الجواب يعني انا لاني فكرت اندي سألتني وانا كنت دايما انا فكر انو شخصية متل هيدا مسلا نجح هالقد بالخارج بيجيبوه على شركات واقعة وعنده مئة مليون مشكل وهالقد ما بينام وقدي بيشتغل وبيخلي الشيل مفلس بس مش بالضرورة يعرف يدير البلد بكل تعئيداته وقصصه يعني خلينا تب من الاسماء اللي هون موجودة اولاك حدا بيقدر يحل بلبنان بكل هالخليفات السياسية صعب ياه صعب مستحيل هتعطيني جواب ولا بتفضل لا لا اكيد مرحبا منعا للإحراج لانو عندك صداقات مع الكل لا والله مش منعا للإحراج ما بيبيلي يعني قبل الرئيس قبل شخص الرئيس شو مشروع الرئيس يعني انا مثلا الوزير الفرنجية صديق وبعزه وبحبه وصادق جدا مثلا كان فيه يقول لك انو هيدا الزلمي صديقي وبحبي يكون رئيس بس انا قبل 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 ما يطرع اسم رئيس بدي يعرف شو مشروع شو بدي يعمل انو بس حصة من الحصاص انا ضد هيدا اليب blir بدي رئيس يجي يشتغل يكون عنده شخصية يجي يفرد كلمتو يشتغل مش لجمعته يشتغل اتبر ليبني كله جمعته اليوم لما بينطرح بهايد المشاكل السياسي انو هالفريق اختار هيدا وهالفريق اختار هيدا وهالفريق اختار هيدا هيدا وهالفريق اختار هيدا وأنا بعتقد أنه إذا بيكون المسار صحيح بالفكر بيثبت البلد أي حدا إيجاه عرفت؟ بغض النظر عن الاسم يعني بغض النظر عن الاسم يعني لما بيكون الاسم بس الاسم بيعطي إيه الاسم بيعطي وحش بس لازم يكون الرئيس عنده مشروع ليس فقط عنده مشروع يعني بين العماد عون يعني بين العماد عون والنائب الإسلامية الفرنجية وكمان الأسماء الباقية المطروحة ما تدخلني بالأسامة أنا يعني جان عبيل، جان قهوة جيريات، سلامي كلهم تربطنا فيهم صدقاء أنا ما بيعني للاسم بيعني للمشروع وبعتقد أنه ديبلوماسي أنت بجوابك هلأ فيك تقول ديبلوماسي أكيد موقفات بس ديبلوماسي صادق يعني أنا يمكن يكون يمكن أن أقدر شوف بحدا يكون عنده مشروع بس بفضل أني ما أطرح الأسامة إذا قلت لك أحد أصدقائي مثلا الوزيف رجوع قلت لك مع هذا وكله أنا بدي شوف الصلاحيات صلاحيات وقول لك بحبه كتير على المستوى الشخصي يعني بلاقيه رجل صادق ورجل كلمته كلوي ورجل ما بيقدر وعرف كي بس مع هذا وكله بحب شوف شو ما شوع الرئيس خليني انتقل لآخر سؤال بهالمحور إذا بدك تختار رئيس للجمهورية يكون من الوسط الفني يعني بأمريكا رونالد ريجون صار رئيس للجمهورية وكان آآ ممثل شهير نعم آآ إذا بدك تختار شخصية فنية من لبنان لتكون رئيس للجمهورية مين بتنقه غيره انت بدنا نعملك رئيس مجلس نواب بقى نعملك انا ضد هالمنطق اه بدك بدك لا انا ضد هالمنطق انا مع المداورة بالرئاسات بدك تكون رئيس جمهورية لا انا مع المداورة بالرئاسات ايه هلا بيزعلوا منك الاخواننا الموارنة لا لا ليه معلشي صلاحيات رئيس الحكومة اكتر من صلاحيات رئيس الجمهورية معلشي لا عم بيحكي مع المداورة والله انه ما ما تكون آآ يعني يضلوا يضلوا في تقاسهم اذا بدك آآ بهالمناصب الثلاثة بس منعا لالغاء الآخر لحتى ما حدا يلتغي انما ممكن كتير تيجي شخصيات تانية تكون اهم هلا الكل رح بقوله انه راغب علامة آآ مع انه تغيير طائفة رئيس الجمهورية وحتى رئيس الجمهورية بدنا نبدأ اذا بدنا نبدأ بالتغذير موقع المسيحي الوحيد بالشرق والماروني الوحيد كل بتعرف لا بس فيكن رئيس حكومة كمان من الطائفة المارونية الكريمة ليش لا يعني ممكن كتير شخصية معينة مارونية تنفع برقاسة الحكومة اكتر ما تنسى تنفع برقاسة يعني انت مع اقتراح المداورة يعني انت فكرتك انه ليش لا ما بيصير في مداورة بالرئاسات طيب اذا اعتمدنا على ما هو هلا يعني شو بدك بالمداورة مين بتنقي شخصية فنية يكون رئيس للجمهورية ما جدا الرومي اه انت مع سيدة تكون انا اول شي بنقي انه ما يكون رجال كن مرأة ليه لانه الرجال فيش اللي اعرف كيف انه مجرد فكرة تغيير اه بعتقد انه الامرأة ممكن تشتغل اكتر وتكون اقصى بالقرارات تبه اقصى من الرجل بالقرارات صدقني اه هيتطلع عمريكل شو عملت مسلا اه وطلع عن ديراغاندي وطلع يعني يعني اثبتت المرأة انه اذا حكمت مارغريت تاتشر اللي شو عملت المرأة الحديدية يعني ليه ما بتجي مرأة تكون وطنية اه تكون رئيس جمهورية حلو راغب عليه ما جدا وطنية كتير وفي غائرة يعني على الاقل لم تحسب انا يعني دايما انا اه بموضوع يعني على الصعيد الوطني بفضل الانسان اللي لا يحسب على فريق يعني يحسب على فريق الجيش اللبناني الوطن هو للناس اللي هني ما بيحكوا لا بالطائفية ولا بالمذهبية بيقفوا بحطوا ضمهم على كفهم هيدا هيدا فريقنا اذا بدل انا فريقي فريق الجيش اللبناني والناس اللي عم بتقاتل على الحدود وعم بتقدم دم على كفة لتشيل عنا الارهاب نعم راغب عليمي رح منتابع معك هذا اللقاء الخاص ضمن الاسبوع في ساعة بعد الفاصل الاعلاني رح ينضم لالنا مجموعة من الاولاد او الاطفال النازحين السوريين يلي بتهتم فيهن جمعية بيوند ومتل ما قلنا في عنده نادي للفنون وفي نادي للصحافة براس كلاب بينادي الفنون بيعلمون موسيقى او اغانى رح نشوف كيف رح يعزفوا ويغنوا ورح بيكون فيه ثلاث شباب صغار من نادي الصحافة رح بيسألك رح بيطرحوا عليك اسئلة مباشرة بعد هذا الفاصل الاعلاني موسيقى 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 قصد يلاقي محكوبي باليسرين والريحان يا عين باليسرين والريحان حالي 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 بل 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 باليسرين والريحان حالي 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 بل 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 لكن اتكى للنبا في ده المحكوب ترنا سبا ماطى يا صوت في الوحران يوم الجمهة يعني في الوحران يوم الجمهة باليسرين والريحان برافو برافو اسمعنا الأطفال النازحين يلي ضمن بيوند أسوسياشن منظمة بتشتغل مع النازحين السوريين الأطفال من خلال نوادي نادي للفنون نادي للصحافة ونشاطات ضمن إطار برنامج الدعم النفسي لللاجئين شو رأيك أستاذ راغب فيه؟ والله أول شي أنا بحب حي المنظمة اللي عم تهتم به الأطفال اللي تشردوا من بلادهم وموهوبين يعني فردا فردا عم رأبهم كنت أنا موهوبين وهدول دفعوا تمن صراع الدول أو صراع القارات على أرضهم وهني يعني تشردوا وهني الأطفال الأبرياء يعني اللي عم شوفهم قدامي نحنا كنا متلهم بالزبط أيام الحرب اللبنانية وبالعراق نفس الشي وبفلسطين المحتلة نفس الشي يعني بدنا نقول بحي الناس اللي عم تقدر توقف تساعدهم تعملوا النشاطات يعني هوني متل ما شفنا أنه عم يعلمون على العزف وعلى الغناء وشفنا كيف قسم منهم عم يعزفوا على آلات موسيقية يعني وقسمها كيف أصواتهم كيف الآية أول قبل الأصوات أنا بدي أقول أنه الأفكار منظمات متل منظمة بيوند واللي عم يعملوه هالنشاطات والتعليم لهالأطفال يعني يحول هؤلاء الأطفال من طفل نازح ممكن يعني يتحول إلى مشروع مدمر هن عم بيحولون إلى مشروع منتج وممكن يطلع يعني يخلق من خلاله النجوم ودائما معروف بالحروب الحرب دائما يعني بصير المواهب زي الطيور المهاجرة يلي بتروح تنشر فننا بالخارج وهيدي نحنا كمان بالبناء كنا مثل بالعراق نفس الشيء وبسوريا اليوم نفس الشيء نتمنى لهالشباب مستقبل حلو نتمنى قبل أن يرجعوا عبدالله أكيد هذي أول شيء كيف شفت العزف والغناء يعني ممتازين طبعا نسبة لعمرون ونسبة لوضعون رائعين رائعين طبعا لا أنا اليوم هلأ عم بتطلع فينو عم بتذكر لما كنت صغير كنت غني هالأغنية ها كنت غني قدود حلبية كنت غني قدود حلبية كن عمر 8 سنين لأنه فيها أصول فيها طرب فيها مقدرة على الغناء وبتخليك تستسهل غناء أي لون آخر بس ما لحظتك عم بتدندن معهن بلا دندن معهن اه دندن كنت مطروب انت هونية بلا كنت عم دندن صح طيب في معنى كمان من نادي الصحافة كمان ضمن النشاطات بيوند اسوسييشن علي حربة وجمال حساني حساني وجمال الإبراهيمي كمان ضمن إطار نشاطات هالجمعية متل ما قلنا في بريس كلاب حلو كتير بيعملوا نشاطات العلاقة بالكتابة بالهايدا ففي معنى ثلاثة من البرس كلاب حابين كل حدا يطرح عليك سؤال هال يوم يعني قيمت بدنا نشوفك انت وعائلتك تنزل لعنى على المراكز الحماية حتى تشارك معنا وتتعرف على أطفال اللاجئين السوريين وتتعرف على الأطفال المزارعين حبيبي اول شي انا كنت دايما عفكر باني اطلع وزور لكن دايما كنت اقول بدي اطلع بدي اخد بدي اعمل شي يعني بدي اطلع حقق شي مش بس زيارة للتصوير هذه الزيارة لازم ينتج عنها يعني لازم تكون نتيجة حلوة على المستوى الإنساني مش دعاية فقط دعاية وكنت دايما خائف من هذه الزيارة حتى لا يقال باني طالع لأتصور لأعمل دعاية وحتى بوقت فكرت ان اطلع من غير ما حدا يعرف لكن هايدي الاشياء ما فيها تصير به هالطريقة وانا بتمنى اني اطلع لعندكم واقدر فعلا قدم يعني جيب من المنظمات الدولية شي ساعدكم انتو كناس دفعتوا تمن حرب الاخرين على بلادكم ان شاء الله جمال ابراهيمي شو سؤالك للسوبرستار راغب علامي اول شي مبسوط انك عم بتشوفه انك عم بتحاوره يعني انت كأنك اليوم صحافي صغير وعم تسأل راغب علامي حلو مبسوط بهالقصة ايه كتير شو سؤالك له انت من وين جاي جمال من سوريا من وين من حلب حلب يلا ان شاء الله بتتحرر وترجع حلب مثل معرفنا ان شاء الله انا اسمي جمال ابراهيم عمري 13 سنة انا كمان عضو بنادي الصحافة وحب ان يسألك سؤال تفضل انت كسفير للنوايا الحسنة للبيئة انت بتعرف الحرب اللي بسوريا وبتعرف الاسلحة اللي عم تستخدم هناك والمضرر للبيئة شو رسالتك لهذا الموضوع اولا لازم الكل يعرف انه انا اليوم سفير نوايا حسني مبارف اذا رح تفهم انا شو رح اقول هلأ هو سفير لنشر التوعية وليس سفير مقرر ولا بيده قرارات ولا بيده ميزانية يقدر يشتغل عليها انا بقرر ما تقرروا الامة المتحدة بمشي فيه بالمشروع اللي انا يتناسب مع رؤيتي واني انا اكون اه هذا المشروع انا يعني شاعر فيه انا اشعر من اول يوم بالحرب السورية مع كل مواطن كما شعرت بالمواطن العراقي كما شعرت بالفلسطيني وطبعا كما شعرت بالمواطن اللبناني وانا منهم كنت بعمر كنت طفل لما ابتدت الحرب ولما كانت تتساقط علينا القذائف والصواريخ من كل صوب ونحن مقلنا زن بالمشاكل اللي صايرة اكيد اه الامم المتحدي واليوم اليونسيف اه بارت من الامم المتحدي يعني بارت شقفي او جزء 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 من الامم المتحدي عم تشتغل معكم فيه الى سفرة وانا سفير بموضوع البيئة ولم اكلف بعد بأي مهمة بسوريا وعندما اكلف بأي مهمة راح ترقيني مش رايح بالسيارة رايح ركب لحتى اقدر ساعد بهالموضوع حلو اه جمال بس بتعطيني الميكروة انا اعطيلها علي علي حربة عمره تسع سنين ما هيك علي؟ من واجه هي علي؟ من القصير من القصير؟ بتعوقف حد اللي اشوف تعوقف بسم الله عليش حد اوكي بوصل اوكي سعر انت اصغر واحد فيه؟ حابب اصغر سؤال علي انت اصغر واحد بالجروب ابي عمره؟ تسع سنين تسع سنين حابب اه اسألك سؤال تفضل امت اه رح اه سمعنا اغاني للاطفال والسلام للاطفال والسلام والله فكرة حلوة من هاللحظة هاشتغل عليها من يحق خاي؟ حبيب اتفضل علي علي ساهم بمشروع بيعطاك فكرة بالظبط بالظبط ايه اه بدي اشكرك علي بدي اشكرك جمال وجمال كمان انا بدي اسألكم سؤال ايه؟ هالاسئلة منكم ولا حدا عطاكم ايها؟ ببراوة عليكم انت؟ باكيد منا عم تحكي جاب؟ يا حبيبي براوة تنزقكم براوة احسنتم اسئلتكم كبير حلوة راغب علامي قديش صارلك مزرت سوريا؟ خمس سنين يعني من وقت ما بلشت الحرب من وقت ما بلشت الحرب موقف؟ او او لقي بالنفس مسلا؟ لا احنا يعني لا انا طبعا عندي صداقات كبيرة بسوريا وانا عاشت يعني كنت بفترة من حياة دي كنت اتردد الى سوريا الى هذا الشعب الحبيب على قلبي اكتر ما حدا بتصور كنت دايما اتردد بي بسبب الحفلات او زيارات خاصة لأصدقاء اليوم اللي صار انه الحفلة لم يعد لها مكان بين اصوات الصواريخ والصداقات وانا اتمنى اني اقدر اني احيي حفلي اليوم بالعواصم حفلات بالعواصم السورية وادعي وادعو القيمين على ان يشتغلوا على الشيء وانا جاهز ان اطلع وغني بسوريا بصداقاتك هل انت عندك صداقات مع الطبق السياسي مع النظام في سوريا كيف علاتك مع الدولة عندي صداقات كبيرة يعني من زمان وزمان لليوم نعم عندي صداقات واعتز بهذه الصداقات من غير ما ادخل بالاسامة لك سوريا دولة احبت الفن اللبناني ودعمته يعني بحكيك كدولة وشعب عشق اللبنانيين وعشق الفن اللبناني وانا باعتقد ان احنا شعب واحد بدولتين يعني باعترف فيها ان احنا بنشبه بعض كتير بدولتين صداقات اللي كنت اعرفهم بسوريا معظمهم صاروا بلبنان او انتقلوا الى دبي او عم شوفهم برا انه شو معارضة يعني لا 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 مش معارضة ابدا مش معارضة انه معظمهم انتقلوا برات سوريا لا انتقلوا لانه بتعرف الفلتين الامن اللي صار بفترة خصوصا بدمشق صار فيه خطف لرجال اعمال صار فيه بالعكس يعني انا بعرف صدقر نادرا ما شفت اصدقاء يعني بالمعارضة يعني انه بعرف ناس بالمعارضة يمكن كانوا جزء من النظام يعني مثل مين مسلا يعني العميد منها في طلاص صديق صديق كان يعني صديق عزيز وكننا دايما نلتقي بسوريا هلأ والعمادة طلاص هلأ تتواصلوا شي حتى عائلة خدام اصدقائك انه لما كنت بسوريا هلأ ملتقيت بحدا منهم بالسياسة من فترة طويلة بالسياسة انت ميال يعني شو رأيك بالعنسة؟ خليني أعطيك يا مثل ما هي ضد الإرهاب يعني الإرهاب عم بحكيك أنا من مبدأ إنساني بس أنا كمواطن لبناني في دولة سورية وحتيتة وناسة وشعبة وموجودة ما عندي أي حق أعطي رأيي بالنظام بسوريا لكن أنا على المستوى الإنساني أكيد أنا ضد الإرهاب ويعني مش ضد الإرهاب لو كان الإرهاب وراجلا قتلته نحاك من الآخر خلينا نرجع للفن ونختم هالمقطع أو هالمحور من حوارنا مع كمان مقطع غنائي للشباب والصبايا الصغار اللي معنا وبدي أشكر وجودكن علي وجمال وجمال أهلا وسهلا فيكم يعطيك لنا العافية وشو بده يقول جمال أنا حاب أني أتشكر الأستاذ رغب علامة لأن نحضر معنا اليوم والشكر الأكبر للأستاذ جرس طليبي اللي ضوى على رسالتنا اللي ضوى على قضيتنا وإنه أعطانا الفرصة لنطلع عن يو تيفي ونوصل صوتنا لآخر العالم أهلا وسهلا فيكم جمال مرسي لإله صدقني يا جمال صوتكم مؤثر وصوتكم بيوصل خصوصا من خلال أسبوع في ساعة اللي كل العالم بتشوفه أستاذ جرس طليبي بحقي يعني وشكرا لنجم راغب علامة اللي كمان لما عرف إنكم رح تكونوا موجودين بجزء من هالحلقة رحب وكان كتير مسرور منسمع بالختام مقطع غلائية ومن بعد منه فاصل إعلانة حسنا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 يا حمال يجو يا قل رجانا نجع الشيان الانا يا ربي بالسلام لكن حسن بيوتنا الرب يحدينا حسن والنوانينا نحن نحلات الربيع والأزوار بيوتنا طيقوا علي يا حمال وصدوح بيوتنا رجع الأيام الربيع والسلام زر بيوتنا والسماء قرم علينا والغيب تسيانينا والورد غسياني عشب بيوتنا طيقوا علي يا حمال طيقوا علي يا حمال ومنتابع معكم هذه الحلقة الخاصة من الأسبوع في ساعة من فندق البريستول في بيروت مع ضيفنا السوبرستار راغب علامي من جديد أهلا وسهلا فيك ساس راغب حبيبي الله خليك ساس جور بها الفقرة رح ينضم لإلنا في ضمن إطار جينيس ماب نظام الحساب الذهني وتطوير علوم الحساب الذهني في خمسة عشر تلميذ من لبنان تصدرت صورهم وأخبارهم عنوين الأخبار والصحف العالمية لأنه شاركوا بمسابقة ضمن إطار الحساب الذهني السريع وحققوا نتائج بارزة من بيناتهم في تلميذان من مدرستك مدرسة سان جورج هن يوسف وخليل نسيت شو عيلتهم أنا كمان نسيت العيل بس يوسف وخليل صغار يعني بالجريد وان قالوا وعملون خمس سنين وكانوا ملبكين يجوا على وأخذوا جوائز وأخذوا جوائز وحتى كانوا أهلهم عم بيقولولنا أنه المدرسة عندكم رح تدعمهم بالمسابقة اللي بدأ تصير أو بالنشاط أنا عطيت توجيهاتي بالمدرسة أنه يندعموا كل الدعم يعني يعني بشكل خاص يعني أنه شي بخصني إلي شخصية أصد يعني كصاحب مؤسسي كتير عال في معنا عباس مصطفى فاطمة حمدانية شربل ندور وأحمد فرحات أربعة من هالفريق اللبناني اللي حققوا نتائج برا خلينا أواشين نتعرف على هالموضوع هيدا بها الرابورتاج بنرجع آآ بنسألهم ومنشوف كيف وبسرعة فيهم يعملوا حسابات بشكل سريع ممكن نحنا من خلال الكالكوليتر ما نقدر نعملها بس على فكرة أنت ما منسبق كون؟ عم تحكي جاد؟ هلأ منعمل هلأ منعمل أنا تقوله نجيبولي كالكوليتر بيحن أنا كمان عندي هلاك لك حلو مش عتسبقنا على فكرة كنت شاطر بالحساب ولا لأ؟ أنا بالأرقام مني كتير شاطر نا بالأرقام مني كنت أشطر يعني بالمواد اللغات كنت شاطر بالماثماتيك بشكل عام إيه بس بالحسابات عم بحكي ولا هلأ بالحسابات مني كتير ما بركز على هيك شي أنا بالإبداع أكتر على كل حال مش بالضرورة الواحد يكون شاطر بالحساب في عندي خضر هو بالحسابات في خضر خضر جاطر بالحسابات أنا أبدا خلينا نشوف الروبرتاج بمرجع منتابع وأنا بطل من لمنان بس مش مسلاحي موسيقى أحضره الطفلاً وأخذه عبكرياً أي سماسة جينيتماب هي مؤسسة لكل أطفال لبنان من عمر أربع لستعشر سنة هي الطريقة اليابانية لتطوير عمل دماغ الأطفال نحن نشتغل مع كل طفل شو ما كان مستوى دراسة إن كان وسط أو دون المستوى المطلوب أو كان ممتاز المدرسة نشتغل مع هؤلاء الأولاد نتطور كفائتهم الذهنية إلى أعلى مستوياتها وخصوصاً بالكالكول المنتقل بالحسابات الفورية اليوم أولادنا بعد 8 سنين نحن بلاشنا سنة 2008 اليوم نحن أولادنا بعد 8 سنين أصبح ابننا هو تنميز مشاكس بالمصيبات العالمية ومن أربعة شهر بس كنا بأمريكا حققنا 12 مرتبة أولى بالعالم من 26 بلد تمشارك من 500 طفل كان عنا تنهان أول وخمسة تانية وخمسة تالت من كل أنحاء العالم بدي أرجع أقول أنه في 12 تلميز من لبنان مش خمسة عشر أنا زبتهم ثلاثة هاكل على زيادة الخير حسابت اللي عندي من براتهم ايه اللي عندي بالمدرس مع أنه هني أساس خلينا نجرب بدي بلش مع فاطمة يعني كيف لا بدي أشوف كيف تحسب على يعني هي الأساس هون بهذا بتتعلموا هاي سوروبان ايه خبريني كيف إذا بدي أعطيكي أرقام مثلا وبسرعة تقولي لي هنه إذا قلنا 21 54 منس 25 32 قديش النتيجة قدي؟ 82 مظبوط يعني حسب ما أمشوف أنا قدامي طيب آآ بلاس ومينس ايه بلاس ومينس 96 ديفايد باي 3 32 هاكل حال فاطمة بعدها على يعني ضمن المعقول بالأرقام بس مثلا يعني إذا بدنا ننتقل عند عباس عباس صار ب خلينا نشوف عباس قديش ممكن يحسب أوكي 645 985 منس 362 147 منس منس 125 بلاس 384 320 147 منس منس 236 1 9 0 شوف 1 9 0 9 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 9 واو مضبوع واو ليس خبيبينك يا طلب منكم طلب يمكنك تعملوننا حساب كيف النحل القضية ونطلع من اللي عايشين سعسل بكم superbلا شاربيل شاربيل، أول شية، قديش عمرك شاربيل؟ أنا عملي 11 سنة 11 سنة خلينا نجرب كمانا معك إذا فيك تشيل الميكرول لأنه بدك تحسب بإيديك كنت عمت إلي كلكم فيك تحسب إيديكو؟ هيا بس شيل هيدا بلاء هيدا 321 125 minus 236 154 منس 231 منس 231 133 مضبوط 133 648 divided by 4 162 غريب إنو العلم لك التركيز عنده نمبين تركيز يفوق المية بالمية يعني في نسبة تركيز عالية حقيقة شي بنشاف الحال فيكم خلينا نشوف أحمد أحمد قدين عمرك 11 سنة عمرك 11 سنة كمان خلينا نجرب نحن وياك شي الميكروفوم اي دا حتى هيك طلع أنه طلع أحمد بدون بدون ميكروفوم أولا وسأعمل أهام زائد زائد العباس خليلي دا خليل خلص أحمد 415 زائد 365 مينس 251 124 مينس 300 147 مينس 245 317 قدين؟ 172 مضبوط وواو وواو عن جد أحمد الله عليكم طيب هلأ خلينا أسألكم شغلة يعني لما بيضل واحدة القد مركز على الحسابات ما بيضيع بغير بغير إشياء يعني هيدا التركيز بيكون بس على الحسابات ولا بيعلمكم التركيز بكل شي عم تشتغله فيه هيدا التركيز مش بس بالحساب بيساعد على كل شي غير أنا بيساعد أنا بيحفظ يعني تربية تاريخ جغرافيا وبساعد بتركيز بالصاف وتصير أنت أكتر منتبه يعني شو عم تصير شربل هلأ الخطوة التالية شو يعني وين تكون تروح وين تكون تسافروا في عندكم هلأ كومبيتشنز برا ولا لأ بس ارد بيبو أعطيت بديسامبر مثل ما راحنا بألفين وخمسة عاش في بألفين وستعاش كمان كومبيتشن راح تصير بكوريا نعم مثل اللي اللي عماليها بامريكا وكمانها في كومبيتشن بده يصير بلبنان للدول العربية معايت هتصير بأربطاعش أيار هيدا الايار في يسألكم سؤال كل حدا منكم شي نوي يعمل بالمستقبل قبل لما تكبروا أحمد شوف ناوي أعمل مدرس ماث أوكي وشربة أنا بحب الهندسة مرافو فاطمة أحمد أنت لازم تغير عن درس طاقتك أعلى بكتير من أنك تدرس لازم تعمل مهندسة بيصير عندكم إبداع كبير بالأرقام يعني طاقتكم ممكن تساعدوا كتير بإعمار البلد هوني إن شاء الله بعد آآ المرحلة هادي اللي صار فيها تدمير صح؟ أوكي؟ فاطمة شبك تعملي؟ مع علمة مات آآ مع علمة مات تتعمل أوكي والله ما قدرة هاي المفروض أكتر من آآ بس الله يساعد تلميز عليها يعني إذا ودا لأنه ما رح تنعي بأي حدا بالإحسابين يعني أنت مستواكي بالأرقام هيكون أعلى بكتير من أنك تقدر يتعلمي صف يعني مات الأرقام العادية هارفت كيف؟ الأول اللي عندكم بالزهن لازم تروح على مطرح تستفيدوا منها بإشياء أكتر تخترعوا إشياء يعني تبدعوا بإشياء مش بس تعلموا عباس كمان استزمات طيب أنا بدي أتمنى لكم التوفيق عباس وفاطمة وشربل وأحمد أهلا وسهلا فيكن وبتمنى لكم التوفيق بها اللي بتكون تدخلوهن وتظلوا هيك إنه كطلاب لبنانيين عم بتحققوا إنجازات بمسابقات عالمية بالخارج رح نتوقف مع فاصل رح نتوقف مع فاصل إلا البنت مقدر وضعك أنا أحسنت حبيبي أحسنت برافو عليكم الله أحويكم رح نتوقف مع فاصل أعلاني نرغل أنتابع حوارنا مع ضيفنا النجم راغب علاني بقى نحكي سياسي بعد كمان إذا بدك تتورتني شكلك ونعود من جديد لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفنا النجم راغب علامي راغب علامي راغب علامي بدي إنقلك بماذا ينتقد راغب علامي بمواقفه يعني أنت تنتقد بأنه دائماً مواقفك بالسياسة بأضايا الناس بحقوق الناس النسائية اللي اسمعناك فيه من أول حلقة الهلاء نعم ودايماً عندك هم الناس كمان الانتقاد للنظام السياسي لعدم العدالة كل هذه الأمور ولكن بالوقت نفسه منشوف أنك صديق لكل الطبقة السياسية يعني إذا بدي أجرد لك ليحة أصدقائك من السياسيين يعني بتطلع أنت صديق كل هذه الطبقة يلي قاعد تنتقدها ليل النهار على تويتر وبيقى حديثك كيف هالإزدواجية؟ وهو لو بتقعد ماما بتعرف أنه هني بنتقدوا أكتر منك يعني بيطلع يعني هني نكاتهم على هيدا الموضوع دايماً يعني بيطلع عم بيشكوا أكتر من الناس إنه مش عم يشكوا هو نظام هو يعني مش الأشخاص السيئين النظام السيئ هالأشخاص حطهم بنظام جيد حيكونوا جيدين بس هول أدوات هذا النظام هول عناصر هذا النظام يعني هني بقلب هذا النظام هولي قدروا ركبوا على هيدا النظام بس هني لو حطيتهم بنظام في محاسبة وفي تفتيش وفي عمل يلي قادر منه نكفي بكفي ولي ما قادر بيطلع بره هيدا الموضوع إنما لأنه المراحل اللي إجت فيها الدولة ركبت فيها الدولة من المشاكل إلا الحروب بين التواقف المتناحرة إلا الحروب بين نفس التواقف نفس نفس الولاد المنطقة وبين الخي وأخو وركبت هيدا النظام بشكل إنه هني كانوا عم يشتغلوا فيه وركبوا في قلبه وقدروا يشتغلوا عليه يعني مشين ما يكونوا بره بأعتقد بس أنا بأعتقد بظن إنه في كثير منهم لو وضعوا بنظام مثل اللي إحنا بنحلم فيه رح يشتغلوا رح يكونوا نفعين أكتر برأيه أداء أفضل كان بس يشتغلوا أداء حيكون أفضل بس إنه مش فارقة معهم مثل التلميذي اللي ناجع آخر السنة بالصفة ببطري دروس مش فارقة معهم إنه هيك صاير فيهم يعني أنا عمري لم أنتقد الشخص إذا انتبهت ما انتقدت شخص بالإسم أنا أنتقد نظام بشكل عام وضع يعني الوضع أنا أرفض النظام الطائفي وأرفض أن يعني أصنف وطنيا من خلال المكان اللي بصلي فيه من خلال مذهبك أو طيفتك هيدا ما كان بصلي فيه هيدا أنا خلقت هيك بتبع ديني بتبع مذهبي هيدا شي بيني وبين ربي إنما الوطن يجمع على الكل مشان هيك إنه لما بدنا نستعمل الدياني بنكون بدنا نكسد الوطن إذا بدي إحكي شوي عن صداقاتك بالشخصيات السياسية أول شي إنت رح تصير جاره للرئيس الحريري ما بعرف إذا نقلت على بيتك الجديد فرح تصيره جيران أنت والرئيس الحريري هالجيرة رح تكون مريحة برأيك على المستوى الأمنية تدابير أمنية كل ما صدته ظهرت لا تدابير أمنية هو ما له علاقة فيها يعني بظن هو ما بيمون فيها وأنا طبعا الشيخ سعد صديقي كتير إلا لما بيكون بالشغل السياسي يعني ما كتير بشوفه منلتقي بنحكي بشي تاني بشو بتحكو مسارك؟ كل شي نعم ننكت بنضحك قصص ثانية يعني أنا لما بكون قاعد أنا ويا بقوله لك حقيقة شيخ سعد بلس سياسي خلينا نطلعك من هذا الموضوع طبعا لأنه 24 ساعة سياسي لما بدو يلتقي أصدقائه بدو يحكو بشي تاني آآ هلا رح تصيره جيران فيكن تلت قدية الحيط بالحيط أنا ويا ايه والله يعني آآ هو صديقي من السنة اللي تزواجت فيها ايه؟ ايه والله يعني من تقريبا عشرين سنة ستة وتسعين من عشرين سنة من عشرين سنة مش قليل يعني صداقة قديمة مش جديدة والوقت الوحيد اللي ما بشوفه فيه لما بيكون رئيس حكومة آآ يعني ما بطلو بشوفه مع أنه لازم لأني ما قالك يعني ما لازم تستفيد من هالصداقة لا أبدا ماني من النوع أبدا ماني من صدقني معظم صداقاتي لما بيكونوا بالمراكز فضل أني ما كتير يلتقي يعني أكد الحال عندك صداقات مع كتير يعني مع حفظ الألقاب يعني السامي الفرنجية فيصل كرامي آآ سامي الجميل آآ جان عباد العماد أهوجة آآ عبد الرحيم مرادنو هاد المشنوع الياس بو صعب كله كله آآ بس عرفت أنا أنه الوزير علي حسن خليل آآ كنتوا أنتوا إياه بالمدرسة نعم آآ وبفتكر كان بنفس الصف مع خيك خضر كان مع خضر أو معك أنت ما بعرف بأي لا مع خضر كان وهو ذكرني كان شاطر الوزير علي كان شاطر طبعا ولا زيل شاطر بصراحة أنا بحييه لأنه قدمي كتير وشاطر كتير وشاغيلي كتير يعني بجه له تحييه صداء ومحبة واحترام كمان مع النائب سامي الجميل من نسمع ومنشوف أنه دايما عندكم لقاءات وغدوات وعشوات وزيارة بالبيوت يعني بزورني ببيتي بزوروا ببيته آآ ليش يعني ليش الصداء مع سامي الجميل إذا عم تقل لي رئيس الحريري من عشرين سنة علي حسن خليل كنتوا معه بالمدرسة أنتوا هي سوا الشيخ سامي التقين أنا يعني أنا التقيت بشيخ سامي أول شي بتربطني صدقات بمحيطه بعدين لما تعرفنا على بعض تعرف أيام بتحس حدا بتحسه قريب لقلبك والشيخ سامي يعني بكل هيك حقيقة يعني بكل صدق بقلك ياه آآ الزلمة كتير بشخص بخاف على الوطن وآآ وطبعا لما ببعد أنا وياه بآآ يعني بيسألني رأيي شو رأيك بهالموضوع آآ وكتير أيام بيقلي عندك حق وحسيت بحس عنده أنه هو يبدو يعني آآ يطلع إلى إطار جديد بحزب الكتائب وهيدا أنا مرة قلت له آآ أنه لازم حزب الكتائب ينتشر أكتر قال لي معك حق له السبب نحنا عم نفكر مثل عم تقوله أنا كنت عم فكر فيه أنه لن يعني لن يكون حزب يعني فقط اللي بنتمو له من طائفي واحد آآ وهيدي شغلي أنا طبعا لا يكون عم بأنعك تفوت بالكتائب لا ما ما قال لها الكلام وأنا لن أنتمي إلى حزب فكرتش مرة تفوت بالحزب لو خي خضر عم بالحزب ما لن أنتمي إلى حزب أنا أنتمي إلى حزب الوطن إذا ما قصد اليوم بس بالزمان أو إنه يمكن من عشرين سنة من خمسة وعشرين سنة أو وقت اللي كنت عمرك خمسة عشر سنة أو ثمانة عشر سنة فكرت إنك تنتمي شي مرة لحزب معي على الإطلاق أبداً أبداً على الإطلاق لم أؤمن بحياتي بموضوع النزاع بالوطن مع أنه يعني أنت مع بداية الحرب كنت بعمر يعني آآ بس كنت واعي يعني كان هذا العمر عمر الطيش صح وعمر يستقطب آآ آآ يعني المزاعات والعمر الميليشياوي وكل ها الأمور هاكي ايه لكن إحنا ربينا ببيت يعني بيتنا عمره ما كان بيت ما شايف إلا ولد منطقة واحدة الوالد الله يرحمه آآ طول عمره كان مساعد قضائي وليه بقلك أنا دايما العدل لأنه أنا بتذكر لما كان بابا بهذاك الوقت يشتغل بشوف نظرة الاحترام بما يسمى العدل والقضاء وشفت أيام يعني كنت صغير بس كنت أعرف هيبة القاضي إنه ما كان مثل اليوم إنه منتمي إلى هذا الزعيم ومنتمي إلى هذا الزعيم كان القاضي يعني قاضي للبلد كله آآ قاضي يحكم بالعدل آآ اليوم بتلاقي نفس القضاء نفسهم حن بيشكوا من هيدا الموضوع أنا عندي يعني اللي من الصداقات مع القضاء يعني يفوق عدد شعري إذا بدك وبتلاقي كتير منهم يشكوا من هيدا الموضوع فبش ليك أنت بتركيز هيدا الموضوع لها الساعة كان بابا ربيبي بعبدا ونحنا طفولتنا الضينابي بعبدا وبعلاي كنا نصيب بعلاي وكان كل أصدقائنا معظمهم من غير طواقف مشان هيك لما ببلشت الحرب يقولوا من طائفة فلانيتا بمصديقي منها وبعرف قديه بحبني يعني لما اتخانق أنا وخيه كان هو يدافع عني عرفت؟ إنه هيدا كتير خلت يعني بالتربية المدنية اللي بالبيت خلتني أرفض منطق الطائفية إنه هيدا لأنه بيصلي بغير مطرح يعملوا مثلك أبدا مش مظبوط مش مظبوط ياما ناس بيصلوا بنفس المطرح ويخلقوا من نفس الرحم واحد أزعر وواحد بيخاف الله ما إلي علاقة فبهل جو هيدا أنت نشأت وهيدا أثر على شخصيتك وتعاملك مع الآخرين صحيح ولما بلشت غني كمية لما بلشت غني كنت غني بكل المناطق اللبنانية وبتذكر إنه لما عدت ببرمانا أيام الحرب المذهبية والخطف على الهوية بعرف كتير إنه كنت محمي من كل الناس مرة أجرب واحد يتعرض لإلي من المنطقة حطوه بصندوق السيارة أمني كيف يتعرض لإلك؟ يعني جرب أقرب اللي بده إنه أنت مش من هون آآ هن الشباب المنطقة يعني من غير طايفتي من هن اللي هن اللي عم قل لك حطوه بصندوق السيارة هو عكتجرب تقرب له هيك يعني شفت حماية مشان هيك أنا لا أؤمن بهذه الطغفية نعم أؤمن أنا بالأخلاق هذا هو المبدأ اللي فيك تبني عليه وطن بالحق والعدل نعم بعض الفاصل اللي علينا رح أحكي عن علاقة الفنان بشكل عام بالسياسة آآ الفنان يلي يجاهر بموقفه السياسة أو بيكون منتمل حزب آآ أو محسوب على طرف معين ولأي مدى بينعكس سلبا أو إجابا عليه مباشرة بعد هذا الفاصل ومنتبع هالحلقة الخاصة مع ضيفنا راغب علامي مباشرة من قتال بريسول في بيروت في المحور الأخير أو الجزء الأخير من هالحلقة راغب علامي منورنا اليوم شكرا منور وجودك الله يخليك حكينا كتير آآ موضيع آآ بس بدي أسألك آآ لأنه معظم هالحلقة عم نحكي فيها سياسة معاك هل أنت مع أنه الفنان يعلن موقفه السياسة بشكل صريح وواضح وأنه هو مع هالطرف أو مع هالجهة أو ملتزم هاي معا ده ليش أنت ما بتعمله ما عم بعلن إيه أنت عم بتعلن بشكل عام أنك يعني كل الناس مع الدولة ومع الجيش ومع الوطن بس منعرف في فنانين بيعلنوا أنه هن مع هيدا الحزب أو مع هيدا الطرف أو هن يعني يمكن طبعا الأمتي الموجودة من درجة شوي أعلى يعني يمكن أنا آآ أنا أعلن أنا ضد شو وهيك أحسن أنت تعرف شو المشكلة اللي عندك بس مع مين أنا ما بيعني لي الشخص مع مين وقلت لك أنا لست معي الطائفية لأنه هي الطائفية هي السياسة اليوم بالبلاد هي الداء بالأساسي هي الداء أنا بشوف أنه هي الداء فأنا بتطلع بالعكس بشوف أنا ضد شو برأيك الفنان ضد سرقة ضد الإرهاب ضد الفساد ضد المذهبية والطائفية وضد الاستاثار بالمناصب برأيك الفناني اللي بينتمي لحزب معين أو لطرف معين أو يؤيد زعيم معين وفي عندنا كتير أمثلة يعني موجودة برأيك بيدره شعبيا هيدا الأمر يعني بيخسر جمهور معين أهي حيخسر جمهور معين يمكن وبس بيكسب مقابله جمهور التاني لأنه بيعتبر أنه هو معه بهيدا الفورة المذهبية أه بس أنا مع أنه إذا واحد عنده موقف يعلنه يعني أنا أو إذا كان عنده التزام حزبة أو إذا عنده التزام حزبة أو مقتنع بشي معين وانتبه يعني في ناس كمان التزمت سياسيا مع بعض الأحزاب كان عنده ظروف يمكن أنا الحمد لله ما أجينا أي ظرف يعني ولا قبلت أني يكون تحت ظرف أني إلحق أحدا ودائما كان رأيي هو إنو الوطن ما فيك ما فيك تبني وطن بتفرقة طائفية 18 طائفية أخي اليوم إذا بتكونوا خمس جيران ببناية ببناية ما فيكن تضبطوا شيء إذا كلمين رأي شيء هارف كيف 18 البلد لازم يبنوا على الأشياء اللي بتوافقوا عليا لا يقدروا يصنعوا بلد والأمت لكثير طبعا بدأ انتقل معك للقب السفير السفير النواية الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نعم نعرف أنه في عدة شخصيات مشاهير من لبنان والعالم العربي والعالم تبوقوا هالمركز والسفير النواية الحسنة عادة يتم اختياره أنه يكون صاحب شهرة ونجومية صاحب تأثير صاحب تأثير بالرأي العام بس أنتوا تنتقدوا أنه بصير هالسفير أو مهمة هالشخص فقط اللقب والبريستيج بينما تبش وين الإنجازات؟ يعني السفير للنواية الحسنة شو حق؟ يعني شو عم تعمله؟ بس خبرنا شو إنجازاتكم؟ تعال لك هلأ يمكن ما رح فيك تحكي عن غيرك بس على صعيدك أنت الشخصي يعني يختلط مفهوم اللقب عند بعض الأشخاص سفير النواية الحسنة هو شخص يتبنى موضوع أو يدعم موضوع تبنته الأمم المتحدة إذا كان مقتنع فيه إذا مش مقتنع فيه ما أنه مجبور ما أنه مضطر يعمل هالشي وليس سفير يعني فاعل لا عنده قرار لا عنده بجت ما أنه وزير يعني فيه ناس بيعتبروا أنه سفير مع الأمم المتحدة قادر يحل المواضيع يعني هي رح يكون شرفية يعني أنه هاي مهمة شرفية هي تأثيرية يعني شو بيساهم هيدا التأثير كيف؟ يعني مثلا إذا بدنا نعطي مثلا أكتر شي هي ناشطة اللي هي أنجلينا جولي منشوفها منشوف صار الإمج تبعها هي مبعوث خاص هي مش سفير آه يعني هي مبعوث خاص صلاحياتها أكتر من سفراء النوايا لأنه شفنا أنه الإمج تبعها على الصعيد الإنساني صار طاغي على الإمج الممثلة يعني صفة أنجلينا الممثلة صارت بالمرتبة الثانية يعني عم تقوم بمجهود كبير فالسؤالي ليش الباقيين ما بيكونهم يعني ليش مبتعهم يعني أنا لو كنت مبعوث خاص حتلاقي مهماتي مختلفة يعني مهماتي وبقدر كتير أني يعني مش بس يعني أنه روح زور الأماكن وأعمل يعني بقدر أعمل تغيير إنما السفير هو يتبطنا القضية ويحكي فيها وبتعرف أنه يعني الأمم المتحدة لما بتاخد سفير هني عارفين تماما قدي مدى تأثيره على أي موضوع هني بيشتغلوا عليه هني هون بتم اختياره هني بيعرفوا يعني أنا ما راح أحكي عن حالي بس أنا بعرف الرسائل الشكر اللي بتجيني يمكن لو كنت عارف هيك نجبتلك الرسائل اللي بتجيني الأمم المتحدة على على الحال ما في شك إنه تأثيرك يعني أنت نجم جماهيري ومحبوب وأكيد راح بيكون عندك تأثير بالرأي العام وبالناس وخصوصا لأنه القضايا الحسنة يعني القضايا المزبوطة النوايا إيه القضايا المزبوطة الحقيقية يعني مطالب الناس وبنجعل قضيطنا وبنشغل عليها وبنعمل إعلانات وإن شاء الله يعني النوايا تثمر أفعال على أرض الوايا والمشكلة نحن نعتدد سفر نوايا حسنة بقيام النوايا السيئة السيئة والنوايا السيئة هي الغالبة هي الغالبة راغب علامي أنا أبدأ أشكرك ضيف هذه الحلقة الخاصة اليوم من الأسبوع في ساعة أهلاً وسهلاً فيك شكراً لحضورك معنا وبدأترك الختام لألك على طريقتك ومتل ما أنت بتتمنى تقول لأنه حلقة مش فنية حلقة اجتماعية ما بدأقول سياسية سياسية على اجتماعية انا تفضل سميها اجتماعية أنا بقول هلأ وقت انتخابات بلدية مزبوط يعني بالانتخابات النيابية تختلف الأمور عند الناس اليوم الانتخابات النيابية العالم تركض عند الأحزاب إنما البلدية الأحزاب تركض عند العائلات وعند الناس وعند الأرضية الشعبية وبما أنه بالانتخابات النيابية نحن سجناء هذا النظام السياسي أتمنى على الناس بموضوع الانتخابات البلدية أن يعملوا بشكل ديمقراطي حقيقي لتغيير واقع لم يحصل لم يحسن يعني الناس اللي قعدوا وما اشتغلوا وما أمنوا ولتضيعهم معلش الناس يعاقبوا أنت يحاسبون يعاقبون أنه أنت هيدا موضوع مثلا بلديات هون بقل لك مش متل السفير بالأمم المتحدة ما عنده صلاحيات رئيس البلدية أكيد عنده صلاحيات كبيرة وعنده صلاحيات كبيرة وعنده ميزانية كبيرة وبيقدروا رؤساء البلديات يكونوا حقيقة بزمن الضياعة السياسية هن الدولة الفعلية شكرا لإلك راجب علامي أهلا وسهلا فيك بتمنى لك دوام النجاح والنجومية والتوفيق بحياتك الخاصة والشخصية بحياتك الفنية أهلا وسهلا فيك وقريبا ما حكينا فن اي شو رحيكم قريبا حنزلكم غنية كدير حلوة اوكي ناطرين هايني بالأخر ناطرين يلا شاء الله قريبا شكرا لإلك راجب علامي شكرا لإلك سيد جورج نشاهدين الكرام إلى اللقاء الأسبوع المقبل دائما عبر قناة الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة